السلام عليكم صباح الخير لكم جميعا لدينا أصدقائي مجموعة مهمة من المعلومات التي نشرت بالصحافة الألمانية وأيضا تصريحات للسياسيين سوف نبدأ كالعادة نقطة نقطة بشكل مختزل ومختصر دون أن تفقد المعلومة دقتها لنبدأ أصدقائي بالأحداث واحدة تلو الأخرى في البداية أغلب الصحفة الألمانية تكلمت عن الخطأ القاتل ما هو الخطأ القاتل حسب الصحفة الألمانية وبعض السياسيين هو أنه القاتل الذي قام بها عملية القتل الذي اسمه كما قالت الصحفة الألمانية اسمه عيسى وعمره 26 سنة وقالوا أنه من دولة سوريا قالوا الخطأ القاتل الذي ارتكبته الدولة الألمانية هو عدم إعادته وترحيله إلى بلغاريا لماذا؟ لأنه عندما دخل إلى أوروبا أول دولة كان فيها هي دولة بلغاريا وبلغاريا أصبحت هي المسؤولة عن لجوءه وبعد ذلك لم يبقى في بلغاريا بل جاء إلى ألمانيا في عام 2022 وقدم اللجوء في مدينة بيليفيلد وبعد ذلك نقل إلى بادابورن رفض طلب لجوءه وطلب منه العودة إلى بلغاريا وقالوا له بلغاريا هي المسؤولة عنك بعد ذلك هو اختفى عن الأنظار وأوسلاند بيهرد جاءت مرة واحدة ترقوا عليه الباب كي يقومون بترحيله لكن لم يجدوه بعد ذلك لم يأتوا مرة أخرى وهنا الصحف الألمانية ومجموعة من السياسيين يقولون بأن هذا هو الخطأ القاتل ولو كان ولو تم حسب الصحف الألمانية لو تم ترحيله في ذاك الوقت وتم إعادته إلى بلغاريا كانوا يقولون لا تجنبوا هذه الحادثة حادثة الغضر والقتل البشعة التي قام بها بحق ثلاثة أبرياء بعد مدة من اختفاء عاد مجددا وبقي أيضا في ولاية شمال الرين فستفالن لكن هذه المرة ذهب مجددا وسلم نفسه في مدينة زولينغن وهناك قدم لجوءا مرة تانية ولأنه سبق له أن اختفى ولأنه حاولوا أن يبحثوا عنه ولم يجدوه بذلك يعني أصبحت ألمانيا هي المسؤولة عن لجوءه هذا الأمر أدى إلى يعني غضب شديد وانتقادات شديدة على أوسلاند بيهرد لأنها لم تحاول مرات متعددة ولأنهم لأنه من يحاولون إعادته إلى دولة أوروبية ويختفي يجب على أوسلاند بيهرد مكتب الأجانب أن يحاول في ظرف 18 شهر يعني يجب أن يحاولوا لمدة 18 شهر ترحيله وهذا ما لم يحصل لذلك هناك ضغوط كثيرة على أوسلاند بيهرد فممكن الآن بسبب الضغوط التي الآن على أوسلاند بيهرد أن تغير أوسلاند بيهرد مجموعة من الأمور وتصبح أيضا أكثر تشددا بسبب هذه الحادثة يعني التي يمكن أن تصعب وتشدد قوانين متعددة لذلك بعدما عاد هو مجددا من اختفائه ولأنهم لم يرحلوه حصل في مدينة زولينغن على حماية تانوية يعني ليس على اللجوء الكامل إنما على حماية تانوية وبقي في تلك المدينة وهناك قام بعملته وجريمته البشعة أيضا داعش نشرت فيديو يظهر رجلا يعني رأسه مغطى ووجهه مغطى ويحمل سيفا أو سكين ويهدد نسبت داعش هذا الفيديو لعيسى لهذا الشاب لكن السلطات الألمانية لم تتحقق بعد من حقيقة هذا الفيديو الآن تم نقله إلى مدينة كالسرو وهناك سوف يتم التحقيق معه وسوف يعرض على المدعي العام الفيدرالي وما زال أيضا البحث قائما يعني هل هناك أشخاص أيضا معه ساعدوه على هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يتم أيضا التحقيق هل هو عمل إرهابي أم هو عمل فرضي الآن تكاثرت المطالب وتكاثرت التصريحات بالدعوة إلى التشدد نبدأ أصدقائي بأكبر حزب بالمعارضة هو حزب تسي دي او الذي الآن يعني باستطلاعات الرأي عنده 32% يعني بالمركز الأول باستطلاعات للرأي وهناك أيضا إمكانية كبيرة بعودة حزب تسي دي او إلى الحكم بعد انتخابات خريف 2025 رئيس حزب تسي دي او فخيد غيش مارتس طالب بتشديد السياسة المتعلقة باللجوء وقال موجها كلامه إلى مستشار ألمانيا أولوف شولس وإلى الحكومة الألمانية دون أن يذكر اسمها قال لهم كفا واتهم فخيد غيش مارتس بأنه حاليا والحكومة تتبنى سياسة هجرة سادجة ودعا إلى الترحيل إلى سوريا وإلى أفغانستان وجدد فخيد غيش مارتس مطالبه بوقف استقبال اللاجئين السوريين والأفغان دون أن يوضح على أي كيفية أو سند قانوني يريد أن ينفذ هذا الأمر لأنه لا يوجد سند قانوني ولا يستطيع فخيد غيش مارتس ولا الحكومة الألمانية يعني حسب القوانين الحالية أن تمنع مثلا من دخول اللاجئين السوريين أو دخول اللاجئين الأفغان إلى ألمانيا وتقديم اللجوء فيها لكن على ما يبدو بأنه فخيد غيش مارتس وحزب تسي دي او يرغبون بتشديد القوانين ويقولون هناك أيضا بعض من أعضاء تسي دي او يقولون بأنه انتهى القتال في أفغانستان لا يوجد قتال في أفغانستان إذن لا يمكن استقبال دائم للاجئين الأفغان هناك أيضا من يقول هناك مناطق أصبحت آمنة في سوريا لا يجب مجددا أن يستمر استقبال اللاجئين السوريين الجدد أيضا هناك مطالب من عند رئيس ولاية بيرن ماركوس زودا الذي يقول بأنه لا يعقل ولا يرغب بأنه اللاجئين السوريين الجدد الذين يدخلون جديدا إلى ألمانيا يحصلون بشكل يعني متأكد وشكل دائم على الحماية التانوية يعني هو يطالب أيضا بإلغاء الحماية التانوية يعني لاحظتم بأنه الآن الأصوات أصبحت تتعالى بشكل كبير وهناك مطالب بتغيير بعض الأمور وإلغاء بعض الأمور أيضا فخيدغي شميرتز رئيس حزب تسي دي او يطالب بتغيير جدري لقانون الإقامة كيف ذلك؟ يعني يقول بأن الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا وجاءهم ترحيل ويرتكبوا جرائم إلى آخره يجب أن تسحب منهم الإقامة ويجب أن يوضعوا في مراكز للإحتجاز لوقت طويل إلى أن يتم ترحيلهم يعني ليس فقط لوقت قصير لكن قالوا له بأنه من قام بهذا الجرم يعني هذا العيسى الذي عمره 26 سنة قالوا له هذا لم يعمل جرم من قبل يعني كان عادي شخص عادي يتعامل بشكل عادي يعني لم يكن متطرفا ولم يكن متشددا كي تنتبه له الأجهزة الأمنية فهنا قال لهم لو كنا رحلناه إلى بلغاريا لأنه عنده بصمة بلغارية لتجنبنا هذا الأمر يعني نلاحظ بأنه ممكن أنه مع الوقت تتغير بعض الأمور وتتشدد بعض الأمور أصدقائي لكن اسمعوا معي ما قال كيفين كوناغت كيفين كوناغت هو مسؤول كبير في حزب SPD الاشتراكي رفض حزب SPD وكيفين كوناغت رفضا تاما لوقف دخول اللاجئين السوريين والأفغان كرد على هجوم مدينة زولينغ في ولاية شمال الرين وقال كوناغت إن العديد من مقترحات فخيد غيش ميرت رئيس حزب CDU غير قابلة للتنفيذ لأنها تتعارض مع الدستور الألماني مثل الحق الفرضي في اللجوء يعني أن نأتي الآن ونقول ونصرح يجب أن نوقف دخول السوريين ودخول الأفغان يعني هكذا تصريحة قال هذا الأمر غير قابل للتنفيذ لأنه صعب لا يجد سنة قانوني وهو القانون الألماني والدستور الألماني يمنح كل فرض الحق في تقديم طلب اللجوء بعد ذلك المحاكم هي من تقرر إما بنعم أو إما بلا نلاحظ الآن شد وجدب أيضا في الآراء بين حزب SPD الاشتراكي الحاكم وحزب CDU أكبر أحزاب المعارضة وقال كيفين كوناغت المسؤول بحزب SPD لا يمكن أن يكون الرد هو إغلاق الأبواب أمام الأشخاص الذين يفرون كما وصف من الإسلاميين المتطرفين بسبب إذ تهادهم لهم بسبب نمط حياتهم وأضف أيضا العضو البارز في حزب SPD الاشتراكي أنه يجب الآن التحقيق في سبب فشل الترحيل المشتبه به إلى بلغاريا كما أيضا طالبت رئيسة حزب SPD الاشتراكي بتشديد مراقبة الحدود وأيضا العمل على إيجاد حلول من أجل ترحيل مرتكب الجرائم إلى سوريا أو ترحيل مرتكب الجرائم إلى أفغانستان أيضا كيفين كونات المسؤول بحزب SPD الاشتراكي أشار إلى أنه كان لابد ترحيل عيسى وإعادته إلى بلغاريا مشيرا إلى أن بلغاريا كانت حسب ما هو يعلم وما توصل له مستعدة لاستقباله وقال بأن الولايات الألمانية الستة عشر هي المسؤولة عن عمليات الترحيل وفي هذه الحالة كان الأمر من اختصاص ولاية شمال الرين فيستفالن وأضف أنه يجب على الولاية الآن توضيح الأسباب التي حالت دون تنفيذ الترحيل وإعادة القاتل هذا الجاني إلى بلغاريا لماذا؟ وهنا أيضا ستزداد الضغوط على الولايات الألمانية الستة عشر لتنفيذ عمليات الترحيل لأنها دائما ستكون تحت الضغوط أو إذا لم نرحل هذا الشخص وارتكب جرما سنتعرض إلى المساءلة لذلك هناك نقطة صعبة جدا هو أنه ممكن أن تتشدد وتتغير أمور كثيرة أصدقائي رئيسة حزب AFD حزب البديل أليسا فيدل نشرت فيديو على صفحتها بيوتيوب هذا الفيديو عمل معها تصريح صحفي ومقابلة صحفية مع قناة CDF الثانية وطالبت رئيسة حزب البديل AFD أليسا فيدل بتغيير شامل لسياسة اللجوء وطالبت بوقف وقف اسمعوا معي ما يطالب به حزب البديل وقف كلي وشامل لإعطاء الجنسية الألمانية لمدة خمسة سنوات ووقف وكلي وشامل لإعطاء اللجوء أو تقديم اللجوء أو الهجرة أو اللجوء إلى ألمانيا لمدة خمسة سنوات يعني حزب البديل AFD يصرح تصريحات شديدة متشديدة يقولون يجب تجميد قانون الجنسية الألمانية على الأقل لخمسة سنوات لا أحد يقدم للجنسية لا أحد يأخذ الجنسية يجب وقف اللجوء وهذه الأمور لخمسة سنوات لا أحد يقدم اللجوء لكي نقوم بإعادة النظر في قوانين اللجوء بطبيعة الحال صعب جدا ومستحيل جدا حزب القوانين والدستور تنفيذ هذا الأمر لكن هذا التصريح أصدقائي وهذا الفيديو لو ترون هذا الفيديو نشر فقط في ضرف نصف ساعة وحصل على آلاف المشاهدات وعلى كثير من التعليقات والتسفيقات لرئيسة حزب البديل فتلاحظون هناك الآن هذه الجريمة البشعة والغضر التي قام بها هذا اللاجئ للأسف أساءل إلى سمعة اللاجئين وإلى سمعة الأجانب وإلى سمعة للأسف المسلمين أيضا وسوف يؤدي إلى تشديد الإجراءات بالمستقبل مستشار ألمانيا أولف شولتس سوف يقوم بزيارة هذا اليوم إلى مدينة زولينج بولاية شمال الرين فيستفالن رفقة رئيس وزارة ولاية شمال الرين فيستفالن هندريك فيست الذي أيضا سوف يرافقه وهندريك فيست هو من حزب ستكون هناك أيضا انتخابات نهاية هذا الأسبوع يوم الأحد ببعض بولايتين في شرق ألمانيا هي ولاية زاكسن وولاية تورينجن ويعتقد بأن حزب البديل بعد هذه الجريمة البشعة هذا العمل الشنيع الذي حصل سوف ينتصر وسوف يحقق على أرقام كبيرة جدا يعني ستكون لا حتى إذا لم يحتل الصف الأول في بعض الولايات يمكن أن يحتل الصف الثاني لكن بنسبة كبيرة هذه الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل ثلاثة أبرياء وجرح عدد كبير سوف تؤدي إلى زيادة الضغوط على الحكومة الألمانية ستؤدي إلى زيادة التشدد يمكن أن يلاحظ الناس بالفترة المقبلة بأن أوسلاند بي هيرد سوف تبدأ بالتشدد بطلب جوازات الصفر التشدد أيضا ببعض الأمور التشدد أيضا بالطرحيل سيكون هناك تشدد وتدقيق كبير في النظر إلى ملفات اللجوء يمكن أيضا أن يكون هناك تشدد ومراقبة أكثر لطلبات الجنسية الألمانية لكي يعرف وينبش من يقدم للجنسية الألمانية سيكون هناك تشدد ومراقبة للحدود سيكون أيضا تشدد من الشرطة الألمانية ومراقبة لحامل السكاكين وأمور أخرى يعني سيكون للأسف هذا الشخص الذي قام بهذه الجريمة البشعة الغدارة ضد ألمانيا للأسف أفسدها وسيفسد للأسف على الناس حياتها ويصاعب حياتها بطبع الحال ألمانية دولة قانون لكن الأمور سوف تتجه بعض الشيء إلى التشدد أصدقائي لأن الألمان أصبحوا يقولون لم نعد نعيش في أمان وأصبح هناك خوف وقلق كبير من الألمان على الحالة التي بدأت تحصل في بلادهم نترقب وأتابع ونترقب الأشياء كثيرة لو جاء هناك جديد سوف أنشره لكم أولا بأول تأكدوا من أنكم مشتركين في القناة مفاعلين الجرس كي تتوصلوا دائما بالأخبار الدقيقة والحصرية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء